موسيقى رب رزقني فاد عشق بس هو لي في بالي صار النفس معالي مغرى يحلالي خلانا طير بلا جنح يا مش حلو عطرة دلنك العمراء كل نتاحة امراء كل نتاحة امراء عاني عاني عافيتي وانفاسي يا مالك احساسي وعيونك مناسي عاني 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 شفتوياك ايام ما تتكرر بالاحلام وفرش عيني وتنام عاني عاني ليلة وردين اشتاقي لك اطلب حياتي تقوم لك بحظاني وانا احللك احللك اشتاقي لك موسيقى 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 لحبنا هابد نيالي حبيتك صرت انا بوباتك وبقلبي خليتك وعدنا ورود من السماء كل الوقت يامهم فدوى روحت الهم يشبهوك غيرهمهم يا اغلى الغالين يا اجمل الحلوين ماكو منك اثنين عاني عاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا بساليكم كانت مننا ان شاء الله انكم تكونوا في افضل حال اليوم ان شاء الله هجيت لكم بوحت الكيك اللي كيجي رائع وغديعج بكم ان شاء الله وهو كاك ديال عيد ميلاد زوج ديالي بمكونات البساطة ولكن نتيجة هائلة كما كتشوفو عدنا جوج ديال البيضاء تربع كاس ديال الزيت نسكة ديال سانيدة وهنا عدنا جوج ديال ليسه شيء ديال الكاكاو انا كنت تعمل هاد الكاكاو هذا اللي كنت تاجه درت لكم عليه وصولوني بساف ديال ابنات يعني قالوا لي عفكر هنا فهو هذا اقبال هنا يا عندنا واحد نسكة ديال المعرفوين اللي هو سخون انا ده بتفيه واحد ساشيات ديال القهوة انتم ما تسريعة الدوابان انتم ما تقدروا تديرو يعني معلقة كبيرة ديال القهوة بالنسبة للكاكاو ايضا فهو جوج معلقة اللي ساشيات ديرو جوج معلقة ديال للكاكاو والطحين على حسب الخليط والخمارة سأنا هاد نستعمل هنيا خمارة اونس كما شفتو انا بديت هنا هنا كنا ننطرب درجو جوج معلقة ديال الملحة وستعليهم نصف كاس ديال سنيدة وبديت كنت تنطرب بهم فهو غادي نحتاجه هر التراب اليدوي ما غاديش نحتاجه للتراب يعني الكهربائي سافي هنا يا غادي نبدا نضيف ديال ربع كاس ديال الزيت او اربعات المعلق الكبار ديال الزيت يكونوا عمرين سافي غادي نبدا نترب بهم حتى يندمجوا مع بعض ديالهم من بعد غادي نزيد ديال نصف كاس كما قلت لكم ديال المال اللي غادي يكون سخون وغادي ندوبو فيه اما مع القات ديال القهوة سريعة الدوابان اما الساشية سافي هنا يا غادي ندير جوج ديال الساشية او اللي جوج معلق كبار اللي ما عندوش اللي عندو ديال العبار يدري جوج معلق كبار مملؤين جيدا ديال الكاكاو سافي وغادي نخلط هنا يا هاد العناصر سراحة سنديك للكاكاو مع الكافي كياتو واحدة رائحة زويدة وكياتو حسلو جوزوين الكاك هنا يا غادي كما قلت لكم انا عندي جوج كيسان عنبا ديال الدقيق اه ديال الحلويات اللي انا دجل غربلتو ولكن انا ما غاديش نديرو كامل كما غادي تشوفو غادي نبقى نضيف شوية بشوية حتى نحصل على واحد الخالات اللي هو يعني مزيان كما غادي تشوفو معايا في الفيديو سافي غادي نبقى نضيف كما وقت لكم هي بشوية ويكون الطحين ضروري مغربل من قبل باش بنا نبقى شي تكور معانا سافي هنا هادي نزيد الساشي الاولى ديال الخاميرات الحلويات ومن بعد هادي نزيد نصف الساشي ديال الخاميرات يعني وغاديش نديرو بجوج لان هادك هذا ماشي ضروري انه يتنفخ معانا ثم انا Étقريبا 1-11 غراب ديال الخامير أ�ذى الحلويات سافي هنا هكما كتشوفو يوجد على Keeping البлаг Ziyek كما شفتو ما درت شجوش كيسان كاملين ديال طريق درت كاس ونص ديال الكاك عنبا صفي هنا كما كتشوفو صفيها هو الخلط ديالي كي يجي لها القوام هذا غادي نوجد داب المول اللي غادي ندير فيه أنا استعملت هاد المول هادا ديال القلب او الكر كما قدلكم بالمناسبة ديال عيد ميلاد الزوج ديالي انتو ما تقدروا تديرو اي اي مول عندكم غير بشرط انه يكون كيتحل من الجناب يعني ما يكونش انه مول لما كيتحلش لان هاد الكاك هادي غادي نديرو فيها واحد يعني طبقات من الاحسان باش يجيوا بينين ويجيوا زوينين سوف نوزع ديال الخلط ديالي بهذا الطريقة كما كتشوفو وانا دجا سخنت الفران على مية وسبعين درجة وشعلت الفوق والتحت ولكن فجلا غادي نتخل داب الكاك ديالي غادي نتفعل فوق وغادي نخليهم اهمل تحت اي طيب حتي تلا معي الكاك عاد انا غادي نتفعله مول فوق مهم كيك صراحة هو السهل وخطوات ديالي السهلة اه هنا غادي ناخد واحد المقلات درت فيها واحد الكاس عنبا انا نقصت من واحد شوية انتم ما ديروا لك انا عزيزة لكم يعني حلوة ديروا كاس عنبا كامل ديال سنيده غادي ديروا فوق هاد المقلات وخليوه حتي يبدأ يسيح يعني سنيده سيح او السكر اه عاد من بعد كما اه احد الحاجة اللي بغت نقولها لكم هي انني انا هنا يارا متسر على فيديو يعني ماشي انا اللي كان زرب فضروري انتم ما غادي تخدموا غير بشوية يعني ما تزربوش باش تكونوا كاتخدموا هاد السكر بش ميتحجرش معكم وهو اصلا وهذه كما هدي تشوفوا حد الحاجة اللي غا نقولها لكم ما تخلعوش راماش انه وخسر معاكم هم قاوو نضيفوه هنا واحد الكاس ديال الفصوية بشوية كما كتشوفو غير بشوي بشوية 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 الشميل يحفظ حتي تكون صغونية واو سكار و هذا والحليب يكون خرجتوه من كما تشاهدون فهو تحجر معايا ولكن من بعد هاكيت يرجع يعني انفوكي بتاع ذاك الحليب كي يسخان كنتم ما كتحركوا ما توقفوش على التحرك كيتسطلق يعني ما يسحبكوش انه يخسر معاكم لا هو كيدير حكاك صافي هنا يا درت معلقة ديال الزبدة فهد الخالد فهد الكعمل ديالي وكما كتشوفو فهو كيجي يعني مزيان مطلوق ما فيه لك الكورات لتاشي حاجة يعني هكاكت يدير في الول كيتحجر وكيبلكم بحالي لا خسر ولا هو لكن هو را ما خسرش غينتو ما كملوا التحرك وبقاوة تضيفو الحليب شوية بشوية صافي هنا يا كما كتشوفو انفو كتبتو يتلعوا معي ذاك البوايقات بوايقات هدو يعني كيبلكم انه بدا صافي كيختر غادي نزيدو شوكولة اي شوكولة كانت عندكم المهم يعني تكون شوكولة نواخ من الاحسن او لا شوكولة انا درت هنا يا شوكولة بالحليب ولكن كتكون نوعية جيدة يعني اللي انتو ما كتاكلوها اني مشيت الشوكولة ديال اللي اللي كتبع يعني في الحوانت يعني انا كتكون رخيصة ولا ما ستكونش ديال الاكل صافي يعني شوكولة تكون زوينة هنا يا كما كتشوفو فهو كيبتاي انا بديس كنحركو كيبتاتك شوكولة كيدوب صراحة تيجي هات سوس كرامال غزال بزاف بزاف شو سوس كرامال شوكولة كيجي غزال وتقدرو انكم تدروه مشيغي في الكيكس قدرو تدروه في البانكيكس قدرو تزوقو باي حاجة صراحة كيجي خطير صافي هنا يا بعد ما خرجت انا الكيك ديالي كيكون مازال سخون انا قلبتو على الضر ديالول انه اللي كيكون مقهد و تقبتو دايجا بوحد الكيوردون ما تصورتش معاكم ما رحيل صراحة كاملان ان الفيديو عرفتو غايجي طوال فانا تقبتو من قبل بايش هات السوس تدخليه الداخل إلا بغيتو تفزقوه او لا يعني تسقيوه بالقهوة او لا شي حاجة يعني تما بغيها سقيوه انا مكتفي تغيب هات السوس و تقبت بالكيوردون صراحة ندخل دايج سوس وجات فازقة ما جاتش نهائيا انها نشفق هنا كما كتشوفو انا وزعت هذه اللاسوس ديالي كاملو في هذا الكيك من بعد غدينا اخذ ذلك الفرنبواز كما كتشوفو من عندي في الجنب فانا دي نقول لكم قبل يعني لانني ما ما تصورشتش معي هاد اللقطة غدينا اخذ ذلك الفرنبواز و غدينا نقطعهم كل واحدا نقطعها على جوج يعني نقسمهم على وحيدا نقسمها على جوج وبعد كاستفوها كفوق الكيك صراحة جا غزال ديك الفرنبواز مع ديك سوس كرامل شوكولات جا غزال غزال الحموضة مع ديك شوكولات جا تفنة صافي من بعد غدينا اخذ واحد كاس ديالساني دا غدينا خليه يعني يبدأ هير يبدأ يتتلقي يعني شي شوية معي او لا يدوب هنا يا عندي كاوكاو مع اللوز انا اه حمرتهم او لا ديجا كانوا عندي صراحة هادو يعني كانوا عندي محمرين من يعني اه كت كيفاش كنقولو يعني اه كت كيتهرسيهم مشي شوية ما كتخليهم شي يعني هاكا كصحاح كتهرمشيهم سنقلب على الكلمة كتتهرمشيهم شي شوية من بعد صافي كتبقى تتلقيهم يعني كتديرهم على ديك سكار قبل ما يدوب كامل يعني انفو كتحسي بالسكار بدك يدوب كتدفع لهم هاداك الخالات اي خالتين كي عندك يا كاوكاو بوحدو يا لوز بوحدو يا قرقا يا مخلطين اي حاجة انتي بغى تديرها فكتضيفها على هاداك ديك لالساني ده فاش بغى بقات بدا تكدوب وكيتك اغامل يزا معها ومن الاحسر ما توقفوش على التحرك باش ما يمشيش تحرك معاكم ديك الكوكاو ولا ديك اللوز يعني وباش يجي لوقو ديالوز وين ميجيش محروق وغيري انفواي بتتباليكم انا ولا لون ديال الدوغي صافي اهنا يا كما كتشوفو انا غادي نضيف ديك لال للطبقة ديال اللوز وكاوكاو اللي انا قدرتهم كعامل يزاي عن ضيفهم فوق هاداك الفرانبواج والشوكولا كعامل صدقوني البنات شربوها وردو عليها كاتجي غزالة وسيغطوفش مناسبة او لا ينا تفرحوا مرة مرة وليدتكم بها او لاش حاجة كاتجي فنة فنة بزاف وكيجي لوقو ديالها غزال سافي انا هدير بدانا ننكمل يعني نطلق مزيان ديك لهاد الطبقة هادي من بعد كما كتشوفو سافي اه من بعد مباشرة سوف ندوز الكرام ليكيد الكرام شانتية انا عندي هنا اما البرزيدون يا اما هولالله هما اللي كي يجبوني صراحة الكرام ديالهم مزوينين وكيزدقوه وما كيهدبوش يعني ما كيبقاوش دغية كيتميهو او لا شي حاجة اللي بالعكس كيجي لرونين وحتى في الماداك كيجي وغزالين انا ضفت على ذاك الكرام ديالي واحد ساشا ديال الكاكاو اه فاش بغيت نطربها انتم ما بغيتو تخليوها كيجي بادخليوها سينو بغيتو انا حيث سراحة غادي توالم هاديك الكرام مع مع الكاكاو غادي توالم مع الكاكاو غادي توالم مع الكاكاو سافي اه هنا غادي نغلف ديك الكاك ديالي ملفوق مزيان كم ما كتشوفو غلفته بديك الكرام اه انا ما دفت لهاش الكرام من السكا لان داجا كتكون حلوة شعر نجد سقط قاعدين صلى اللعنزة فرنبواز مع الكوكو و هناك زينة بالرغبة تدير كل واحد انا بغيت نزينها بشوية الفرنبواز زينتها بشوكورة يعني ما مشي اي حاجة ما بغيتو انكم تزينوا بها و صدقوني انه صراحة يستحق التجربة هذا الكيك هذا سوف نزين هكا يعني تزين بسد و يعني ما ما تحتاجش يعني الوقت بزاف و انتم ما تقدروا تزوقوا بلا شوكورة تقدروا تزوقوا بانكم تصيبوا شي سوس تخلوها من الفوق اي حال انتم ما بغيتو انكم تزوقوا بها تزوقوا انا صراحة ضغير زربت لانما ما كانش عندي الوقت تصيبتها في النهارها ولهذا ما ما بغيتش انني انني درت يعني ذاك شي اللي يعني بسد ولكن تراحات لها تغزالة و صافي كانت هذا والكيك دينا وهدو ما ديال ديال عيد الميلاد كان بسيط يعني ما بين يعني كان هاي الزوج ديالي و ولداتي و كانت مفاجأة الزوج ديالي ما كانش ديها يعني اعرف حتى تتشنلوش ميعات و يعني كان فرح بالمفاجأة والله يخلي لكم ازواج ديالكم و يخلي لكم ولداتكم و يخليهم دائما سند يعني لنا يا ربي و شكرا بزاف على المتابعة و شكرا بزاف على التعليقات ديالكم لما كتشجعوني بها و كتعطوني بها يعني أنني نزيد القدام و أنني نعطي أفضل ما عندي شكرا لها لخطيكم و كانتمنى أنكم تبرتجوا الفيديو إلاج بكم و بغيت نوريكم الكيك في الأخير كيف الجهة فهو كيجي لا تشكل حقا و كيجي غزال صدقوني كانتمنى أنكم تجربوه شنهار تقول لي يعني كيجاكم شكرا لكم بزاف و إلى اللقاء